لطلاب السنوية العامة في جميع المواد الدراسية قريباً سلسلة كتب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد بادر بحجز نسختك من الآن الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ الجغرافيا علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مرايط نصف المنهج في الفيزياء الكيمياء الرياضيات الأحياء والجيولوجيا تمانياتين القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي طلبة الطلبات السنوية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى حلقة رقم 33 صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء صباح الخير على كل مدارس الجيولوجيا على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي ببرنامج وندنه من الكمال النهاردة هيكون معنا في وديفتنا للحلقة الرابعة مستر محمد إسماعين أستاذ الجيولوجيا صباح الخير يا مستر صباح النور ربنا يوفى إن شاء الله والتوفيق إن شاء الله في حلقة نوفى إن شاء الله نكمل مع بعض المحاضرة اللي فاتت وإن نكمل درس الفوالق والطيات والفواصل إن شاء الله تبع حلقة موفقة والله المستعد بالتمكن إن شاء الله بسم الله المحاضرة اللي فاتت ولدنا كنا نهينا عند الفوالق إحنا بس هنسترجع بسرعة كده شكل عام للأرض اتفقنا إن لو افترضنا ده كده سطح الأرض قلنا إن تأثير الأرض الخارجي بيتأثر بعوامل بيئة خارجية سميناها تركيب جيولوجية أولية يبقى أي تأثير على سطح الأرض الخارجي هيطلق عليه اسم تركيب جيولوجية أولية سواء بالرياح سواء بالأمطار سواء بالسيول سواء بالبحار سواء بالأمواج اتنالى بعد كده للقوة الداخلية قلنا لو الطبقات هنا لينة وجات قوة اسمع قوة ضغط قوة ضغط عتخلي الطبقات تنحني لأعلى أو لأسفل دميل فسميناها باسم طياط واطلقنا عليها تركيب جيولوجية ثانوية وقلنا إن الطياط نعين إما طي محدبة تنحني لأعلى وتكون فيها الطبقات الأقدم في المركز والأحدث على الجانبين طمين إما طياط مقعرة ويتنحني لأسفل والطبقات الأحدث في المركز والأقدم على الجانبين طمين إما الطياط كده كانت نعين يا محدبة يا مقعرة اتنالنا وقلنا لو السخور صلبة وجات قوة زي قوة ضغط مثلا فيحدث في الطبقات كسر يصاحب الكسر إذاحة قد تكون الإذاحة رأسية أو أفقية لو إذاحة رأسية قد يكون بقوة ضغط فيتحرك الطبقات لأعلى فيسمى فالق معكوس يبقى الفالق المعكوس كان بينشع عن قوة ضغط ويتحرك الطبقات لأعلى يعني سخور الحركة العلوي تتحرك لأعلى وإن لو كانت الحركة الأعلى بسيطة يعني قليل الميل قريب من المستوى الأفقي فيسمى فالق دسر وممكن نرسمه كده بشكل حرف الزد اللي هو قدامي دلوقتي ده التفاني تانية هي الطبقات مستوى الأرض أهو ده لو جات قوة اسمى قوة الشد وتحركت سخور الحارة العلوي لأسفل فسمناه فالق عادي تمام وممكن يترسم على شكل حرف الإف ده لأولادنا تمام معلش تاني أهو الطبقات الأفقية أهيه وحصلت قوة اسمى قوة الشد للمرة التانية وتحركت سخور الحارة العلوي لأسفل برضو يسمى فالق عادي فأصبح كده عندي كم فالق عادي اتنين اتنين لو اتحدى في سخور الحائط العلوي يسمى ما بينهما فالق خسفي أو خندقي ولو اتحدت في سخور الحائط السفلي يسمى ما بينهما فالق بارز أو سواتر يبقى لما يكون فيه فالقين عاديين يعملوا شكلين من الفوالق يا بارز يا خسفي لكن النوع الأخير معنا هنرجع تاني لسطح الأرض هو الحركة سواء بقوة ضغط أو بقوة الشد حركة رأسية لكن هنا حصل كسر في الطبقات يصاحبه إزاحة دون حركة رأسية ما فيش حركة رأسية ولا الأعلى ولا الأسفل فسمى يا فالق ذات حركة أفقية يبقى احنا في الرسمة دي كده لخصنا درس العامل حصل اللي فاتت عطول عايزين يكمل بقى الفوالق دي ايه أهمية دراستها يعني انا عرفت أهمية دراست الطياط انها مكامل ومصائد للبترول والغاز الطبيعي والمعادل الجوفية الطياط تدل على وجود أحداث جولوجية الطياط تدل على عمر الطبقات الفوالق بقى ايه أهميتها قالوا برضو أهميتها انها مكامل ومصائد للبترول والغاز الطبيعي إذا اشتركت الطياط مع الفوالق فأنهم مكامل ومصائد للبترول والغاز الطبيعي والمعادل المياه الجوفية جميل الفوالق بقى يصاحبها تكون عيون وقبار عيون وقبار زي العين السخنة وحمام فرعون وزي بئر زمزم اللي في مكة إيه ده يعني كل عين والأبهار اللي في الكون دي نشعت عن فوالق أيوة الكسر يصاحبه إزاحة تمام فتصعد المياه والنفرات والمياه الساخنة فتكون عيون وقبار ونفرات تمام زي العين السخنة وعين حلوان وحمام فرعون تمام طب يعني كده كل العيون والأبهار أيوة طب يستغل فيه في السياحة العلاجية أحد مصادر السياحة العلاجية في مصر هذه المناطق طب جميل لما تصعد مياه معدنية ومياه ساخنة ينشع عنها ترصيب بعض المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية زي معادن الكلسايت زي المنجنيز زي النحاس وزي خامات القصدير جميل إذن لها ثلاث أهميات أساسي لأولادنا أنه بيشتركوا أنهما مكامن ومصائد للبترول للغاز الطبيعي والمعادن المياه الجوفية إلا أن الفوالك تكون عيون وأبار ونفرات ومياه معدنية وترصب معادن ذات قيمة اقتصادية زي الكالسايت والمنجنيز والنحاس ومخامات معدنية كالقصدير قالوا رائع طب أنا عرفت أن الطيات انحانت لأعلى أو الأسفل فكان أحد ما ظهر وجود طيات حسب ما تنكشف حسب ما تظهر طب أنا أضح عرف إزاي في فوالك قلنا الفوالك كسري وصاحبه وزاحة يبقى أول ظاهر يعرفني أن في فوالك تكون سخور مهشمة سخور محطمة سخور متكسرة عشان كده الشاهد رقم اتنين وجود سخور بزوايا حدة رسوبية تسمى بريشيا الفوالك يبقى أول ملاقي بريشيا الفوالك أقول لا دي سخور بزوايا حدة رسوبية يبقى هنا في فوالك حصل أول ملاقي في معدن كالقصدير يبقى في فوالك أول ملاقي عيون وأبار أقول دي فوالك يعني ما يقول لي على ما يدل وجود العين السخنة أقول له حدوث فوالك حصل كسر ويصاحب الكسر إزايحة بفكر أولادنا تاني أن الطيات في طبقات لينة الفوالك في طبقات صلبة طب لو رجعنا لسفتح الأرض الأصلي اللي هو دا كده والطبقات دي حصل عليها قوة ضغط أو قوة شد وحصل كسر ولكن ظلت كما هي زي ما حنا شاهدنا كده الشرخ كان داخلي فيسموها تشككات سخرية بيطلقوا عليها اسم فواصل وكنا عرفناها مرة فاتت مع حدوثك يا دكتور وإن الفاصل كسر فيه صخور الكشرة الأرضية المختلفة ولكن بدون إزاحة تمام أما الفالك يصاحبه إزاحة طب تمام يبقى هتكون فواصل أو اسمها تشككات سخرية بس بدون إزاحة دي أهم حتة عندي بدون إزاحة طيب كويس قوي طب لو أنا عندي صخر واحد من نوع واحد بس بصوا حالتك كده دكتور الصخر ده أهو نفس الصخر أهو نفس الصخر أهو هو صخر من نوع واحد أهو السمك ده أدي ده دكتور أكيد لا أدي ده ده طب لو ما تعاوضوا القوة واحدة هل الفاصل هنا هيبقى زي هنا زي هنا تأثيرها بمختلف طبعا ده ضعيف سمكه قليل يبقى الفاصل أكبر ده يبقى فاصل أقل ده يبقى فاصل أقل لأنهما من نفس النوع عشان كده قالوا لنا سؤال تختلف المسافات بين الفواصل من عدة سمتي مترات إلى عدة أمطار ليه؟ ترم حسب نوع الصخر وحسب سمك الصخر يبقى لو كان الصخر كله من نوع إيه واحد واختلف السمك أقلهم سمكا يبقى أقصرهم تأثيرا يبقى أقصرهم اتساعا في الفاصل وعلى حسب تأثر السخور بنوع القوة المؤسرة ليه قوة ضغط أو قوة الشد اللي جاي من باطل الأرض ليه القوة الميكانيكية المنبعثة من باطل الأرض من هنا القدماء المصريين كل يوم بيثبتوا زكاءهم المنطقة دي منطقة طيات وانتناءات ومنطقة لينة وتحتها ميها جوفي والمنطقة دي منطقة فوالق وفيها قصور ويصاحبها إزاحة واختلاف منسوبة طبقات المنطقة دي فيها قصور بس ما فيهاش إزاحة يعني بتحمل ضغوط إيه عالية جدا فكان القدماء المصريين لما يبحثوا في باطل الأرض عن شيء ويجدوا فواصل كان ياخدوا الصخور النادي عن الكسر دي ويبنوا بيها معابدهم ويعملوا منها المثالات الفرعونية لأنها صخور تتحمل ضغوط عالية فاستغل القدماء المصريين الفواصل في بناء معابدهم ومثالاتهم الفرعونية ايش معنى؟ لأنها صخور تتحمل ضغوط عالية دون إزاحة جميل جدا من قدامنا كده دي اسمها تركيب جيولوجية سنوية سواء طيات أو فوالق أو فواصل حلو خالة تكون الطيات والفوالق والفواصل أقصر وضوحا يا دكتور خيبك من جملة كده يا دكتور أقصر إيه؟ وضوحا في الصخور الرسوبية تمام يعني هي موجودة في النارية والمتحولة الموجودة ولكن أقل ظهورا هي في الرسوبية أقصر وضوحا ليه؟ لأن إحنا قمت لها المحاضر الفاتت أن الصخور الرسوبية صخور طباقية يعني في صورة طبقات تمام فبتبقى أقصر وضوحا بطبيعتها الطباقية وتختلف الصخور الرسوبية عن بعضها في سمكها في حويباتها في مادة الأحملها في كسفتها في وزناء وهكذا ولكن هي أقصر وضوحا في الصخور الرسوبية لأن هذا الطابع طباقي في شكل طباقات هنعرف إن شاء الله في الحالات اللي جاية أن الصخور النارية والمتحولة كوتالية وليست طباقية تمام كده يبقى يكون جزء بتاع التركيب الجروجية الأولية والثانوية فضل ربنا انتهى ونفكر أولادنا تاني هو حرف الزد يمثل فالق معكوس حرف الإف يمثل فالق عاد لو إحنا عندنا فالقين عاديين اتحدوا في الحائط العلوي يبقى خسفي أو خندقي لو اتحدوا في الحائط السفلي يبقى بارز أو سواتر وكانوا بيسموا البارز ده باسم هورست بس ده مسمى قديم وكانوا بيسموا الخندقي باسم جرابن برضو عشان لولادنا لو قابلوا الأسماء دي الأسماء دي غير مقررة عينة في عام الحالي ده كده كان الدرس المهم جدا في الفصل الأول تمام حالا كده هنتنقل جزء من الدرس الأخير في الباب الأول عشان ما نتأخرش في منهجنا بس وبيكلم على علم الجيولوجيا ايه أهميته؟ بيكلم على الأزمينة الجيولوجية وتاريخ ناشئة الأرض تمام أول جملة قالوها لنا يا دكتور إن أهمية علم الجيولوجيا هو تقدير عمر الأرض نعم تقدير عمر الأرض ويعتمد على الصخور أنا صخور نارية أو متحولة ولا رسوبية قالو يعتمد على الصخور وخاصة يا دكتور أحمد صخور مين برضو؟ الرسوبية إيبه هو بيعتمد على الصخور وخاصة الصخور الرسوبية ليه الصخور الرسوبية؟ لأن صخور تحتوي على أحافير أو حفريات طب أنا هستغل الحفريات في إيه؟ قال لي في عمل ما يعرف باسم السجل الحفري أو السجل الجيولوجي؟ السجل الحفري والسجل الجيولوجي؟ ده سلم أنا كل ما اكتشف حفرية أحطها في مكانها اكتشف حفرية حطها في مكانها هالعمر ده زي ده؟ ده أقدم ده أحدث ده أحدث عشان كده لما قالوا لنا يعني إيه السجل الجيولوجي؟ سجل الحفري؟ قالوا لنا كده وضع الأحداث الجيولوجية في مكانها طب لو ما احطها في مكانها قال لي هتقدر عمر الأرض أو العمر الزمني طب بس أنا عندي ملحوصتين السجل الحفري أو السجل الجيولوجي مش يظهر في المنطقة واحدة ليه؟ قال لي هقول لك أنا حضرتها لو افترضنا دي آخر طبقة عندنا آي آخر حاجة في السل وجات عوامل زي عوامل التعرية شالتها وبعد 100 سنة 200 سنة تكوني الطبقة قديلة طبقة قديلة خالص آي طبقة قديلة له آي يا طرع عمر ده هتقدر؟ قال لأ ده تشال حصل التعرية يعني مش موجود هو حفيره عشان كده طرع حينها سؤال قال لي يظهر السجل الحفري أو السجل الجيولوجي في منطقة واحدة قال له أيها طبعا أنا ممكن اتعرض لعوامل التعرية أو انقطاع في طيار الترصيب وده هنسميه الحصة الجيئة إن شاء الله وتبقى آخر محاضرة في باب أول ويتميقل معها الباب الثاني اسمها عدم التوافق يتلقوا عليها اسم أسطح عدم التوافق يعني هذا السطح لا يتطفق مع تكوين الحفريات لأن هذا السطح تم إزالته بفعل عوامل التعرية أو لم يتكون لتوقف عوامل الترصيب بتسمى أسطح عدم التوافق يبقى النهاردة بما يسألني يقولني سطح تعرية أو انقطاع طيار الترصيب قال له ما تكمش ده اسمه سطح عدم التوافق ونرجع تاني يبقى السلم الجيولوجي أو السجل الجيولوجي أو السجل الحفري ده بيقدر عمر الأرض طب بيعتمد أيها الحفريات طب يعني سجل أصلا أنا بسجل كل ما اكتشف شيء في طبقه أسجله أسجله سجل بس بالتدريج الزمني عشان كده هو ما يجيه أعرفه أولادنا مش حافظين التعريف لاب عايزين يفهموه قالوا وضع الأحداث الجيولوجية في مكانها طيب السؤال التقليدي بقى القديم كيف يمكن تقدير عمر الأرض هما هيعتمدوا على الحفير على الحفريات عشان كده قالوا أن السخور الرسوبية أقصر اعتمادا ولكن هما لما جم يعلمونا قلنا تقدير عمر الأرض بيتمي بطريقتين الطريقة الأولية وهي الأضاق والصحيحة هي اسمها تحليل المواد المشعة خدوها أولادنا في الكيميا فولة سانوي اسمها تقدير عمر الأرض باستخدام فترة نصف العمر أو عمره النصف للعنصر المشعة كتابنا ما شرحاش كتابنا قدلنا المعلومة جاهزة وقال باستخدام تحليل المواد المشعة قدرولنا عمر الأرض باربع تلاف وستمائة مليون سنة أي ما يعادل أربعة وستة من عشرة مليون سنة ده كلام سليم تقديريا وعلميا ولكن فين شرحوا فيه شرح لك المفروض يقدمينها شرح للجوز ده كان موجود في منهجنا القديم الولد بيشتغل بالطريقة دي هو مش عايف أنها الصح الطريقة التانية اللي هي فيها ضنعة للعيوب هي اللي هيشتغل بها اسمها تطور ولادنا بيركزوش في الألفاظ تطور الحياة تطور الحياة الحياة تتطور باستخدام الأحافير احنا كإنسان اتطورنا في حياتنا أول الخلق كان سيدنا آدم سيد نادم كان طوله ستين زراع يعني أربعين متر هل إحنا النهاردة طولنا ستين زراع أكيد لا طبعا ولكن مع تطور الزمن اختلفنا فإحنا اختورنا فعشان كده ما قال تطور الحياة فهو بيعتمد على الحفريات لبقايا الكائنات الحية القديمة وإزاي اتطورت طبقات الكشرة الأرضية في ظهورها ولكن عشان يتلاشى موضوع التعرية وانقطاع الترسيب بتعقصته عدم التوافق قال لا ده في حفرية مميزة طول الحفرية دي قال اسمها حفرية مرشدة حفرية دليلية أكيد لها صفات غير الحفريات العامة قال ليه صفاتها طول الحفرية دي بتقدر عمر الطبقات عشان لها مدى زمني قصير عمرها الزمني قصية بتظهر وتختفي في مدة زمنية صغيرة فما يتلحقش تأثر بالتعرية والترسيب والعوامل الأخرى وكمان ممكن تحصل كوارث طبعية زي الزيزي وبركين وتدمر المحتوى الحفري عشان كده أشوف المدة التانية دكتور ولها انتشار جغرافي واسع يعني انتشار جغرافي واسع يعني موجودة في الطبقة دي وفي الطبقة دي وفي الطبقة دي وفي الطبقة دي فرضا حصل التعرية هنا هي موجودة في أربع أماكن فرضا توقف الترسيب هنا موجودة في ثلاث أماكن تانية فرضا حصل الكوارث طبعية هنا تبقى موجودة هنا وهنا فالمستين دول ادوها قدرة على تقدير عمر الأرض ولكن برضو مش دقيقة تمام كده يبقى ما يقولك كيف يمكن تقدير عمر الأرض له بطريقتين الطريقة الأولى تحليل المواد المشعة ودي أطدرت عمر الأرض ب4600 مليون سنة الطريقة الثانية اسمها تطور الحياة وتعتمد على الحفرية المرشدة لتميز بمدى زمني قصير وانتشار جغرافي واسع أو عريض إيه اللي يأكد لي أنه اعتمد في الأصل في شغله على مين؟ تحليل المواد المشعة لما جم يقدروا عمر الأرض قالوا أن التقسيم الزمني للأرض يبدأ بحاجة اسمها ظهر يبقى أكبر شيء في التقسيم اسموه يا دكتور؟ ظهر الظهر ده يتقسم لمجموعة من الحقب يبقى أصغر من الظهر حقبة والحقب تقسم إلى مجموعة من العصور يبقى أصغر من الحقبة عصر والعصر يتقسم إلى مجموعة من الأزمنة يبقى أصغر وحدة في التقسيم هي الزمن يبقى ماشي ظهر حقبة عصر زمن الزمن ده موك يسمى حين فربنا بيقول في حين من الدهري لم يكن شيئا مسكورة في فترة زمنية من عمر الأرض ما كانش حد يارف حاجة عن الأرض دي كل أحداثها كانت مجهولة فعلا هم يعملوا كده فهيقسموا الكبير اللي اسمه إيه؟ الظهر إلى ظهرين ظهر الحياة غير المعلومة حياة غير معلومة لا عمش حاجة عنها وأطلقوا عليها اسم ظهر الكريبتوزوي يبقى ظهر الكريبتوزوي يظهر الحياة غير معلومة شوف بقى دوكتور جابوا منين؟ قالوا بدأ من 4600 مليون سنة مضت حتى 542 مليون سنة ايه ده؟ طيب جابوا الرقم ده منين؟ اهو؟ تحقيق المواد مشيعة؟ يبقى الحياة غير المعلومة بدأت من 4600 مليون سنة حتى 542 مليون سنة ما يمثل 87% من عمر الأرض حياة غير معلومة بكلامهم غير معلومة يعني لم يكتشف فيها ايه؟ حفرية المرشد مفيش أي دليل على وجود بقايا كائنات حياة وميز تلك الفترة 87% من عمر الأرض غير معلومة لا تمام وقسموه تلت حقب أو تلت فترات أول فترة اسمها الهاديان الفترة دي الهاديان دي ظهور أغلفة الأرض لحنا شرحناها من محاضرة قبل اللي فات ولها في الجوي والمائي والسخري دي الهاديان تلقاه ثم فترة اسمها الأركي أركي أو ممكن سميها أركيزوي دي بداية ظهور الكائنات وحيدة الخلية وحيدة الخلية يعني الكائن كله على بعضه كم خلية خلية واحدة خلية واحدة فحاقتك لو كان ده مات وتحلل هيبليه بقايا طبيعي لأنه أصلا وحيدة الخلية يعني لو يروب العين المجردة فلما يموت ويتحلل ملوش حفرية ووجدت معها أقدم السخور أقدم السخور يبقى الهاديان بداية الأغلفة والأركي بداية الكائنات وحية الخلية مع أقدم السخور ثم البروتوزوي هي البروتوزوي ده كمان آخر فترة في الحياة غير المعلومة فيها يبقى بداية الكائنات عديدة الخلايا والتحالب الخضراء طبما التحالب الخضراء في منها تحالب عديدة الخلايا بس هو برضو تحلم يعني لما يموت ويتحلل ملوش حفرية تمام إذن هما لما جم يقسموا في الأصل اعتمدوا على المغاد المشاعة ولكن وجود الحفرية تبقى حياة معلومة عدم وجودها تبقى حياة غير معلومة فقالوا بظاهر الحياة غير المعلومة اسمه كريبتوزوي ويبدأ من 4600 مليون سنة حتى 542 مليون سنة ويمثل 87% من عمر الأرض وممكن أولادنا هيسموها نعرفها كمان دقايق ما قبل الكامبري الكامبري دي مقطعة في بريطانيا اسمها كامبريج ودي أول منطقة يكتشفوا وجود حفريات فيها في عمر الأرض عشان كده هيتنقلوا للظهر التاني واسمه ظهر الحياة المعلومة تمام ومدام معلومة يبقى فيها حفريات وأول حفرية وجدت في مقطعة كامبريج فسمي بالعصر الكامبري إذا ما قبل الكامبري حياة غير معلومة وتمثل 87% وبداية الكامبري حياة معلومة عشان كده مدام هي حياة إيه؟ معلومة فسموها ظهر الفانيروزوي وده هيبدأ من كام بقى دكتور؟ 542 542 مليون سنة مضت حتى الآن حتى اللحظة ننقل فيها مع حالتك دلوقت تمام إيه ده الكلام ده سليم؟ 100% ما يقدر بـ 13% من عمر الأرض بقيت 87% 100% من عمر الأرض وده بقى دكتور مدام فيها حفريات فنعرف نقسمها ما احنا قلنا التأسيم ماشى دكتور؟ حقبة ضهر حقبة عصر أزمينة تمام هنا ده سلمو ضهر الفانيروزوي حياة معلومة فيها حفريات قال له طب كويس هتقسموها ازاي؟ قال له هنقسمها لتلت حقب قال له جميل على أساس دول الحفريات خلاص اوكي قال لي حقبة الحياة القديمة حقبة الحياة القديمة قال له جميل ايه الحفريات اللي تمامزت بها؟ قال له تمامزت بحفريات من اللافقريات البحرية يميل لا فقاريات بحرية وبر مئيات؟ آآآآ طب وده هتقسموها لإيه؟ قال له هنقسمها لست عصور يبقى حقبة الحياة القديمة تمايزت بيجود أحافير من اللافقاريات البحرية والبرمائيات وتقسم لست عصور ثم حقبة الحياة المتوسطة ودي أطلقوا عليها حقبة الزواحف يعني تميزت بوجود أحافير الزواحف وهيقسموها الثلاث عصور يبقى الحقبة القديمة ست عصور الحقبة المتوسطة ثلاث عصور تميزت بلا فقريات بحرية وبرمائيات تميزت بالزواحف واسمها حقبة الزواحف أما الحقبة الأخيرة هي الحقبة الحديثة وأطلقوا عليها اسم حقبة الثدييات عشان ظهر فيها الإنسان وانتجرت الثدييات والطورت ثدييات بقى بأنواحها كاملة وطبعا أرقم فيها الإنسان بس فيها أنواح أخرى زي حانات الرعوية زي الأغنام والبقر والمشيو ظهرت ظهر فيها أنواح حديثة زي الحيتان حيتان تعدم الثدييات زي الفران وزي الأرانب وزي البقر والجموس كلها ثديات واسمها ثديات حقيقية ماشيمية ولكن متطورة مش قديمة أو بدائية الحقبة الحديثة حقبة الثديات وهي أسموها العصرين صغرين عصرين صغيرين شوية عصر إثم ثالثي وعصر إثم رابعي العصرين دول هيتقسموا لسبع أزمنة هاخد بقى ما حاجته كده بسرعة عشان همسح الكامده وهلقص بسرعة عشان المحاضرة ما تجريش مننا يبقى إحنا قسمنا عمر الأرض وكله الظهرين طبعاً ظهر الحياة غير المعلومة اسمها كريبتوزوي وده بدأت 4600 مليون سنة حتى 542 مليون سنة وهي تمثل 87% من عمر الأرض ويتم تقسمها إلى الهاديان دي بداية ظهور الأغلفة جوي وماء ويابس الأركي بداية الكلانات وحية الخلية وأقدم السخور ثم البروتوزوي وده بداية الكلانات وحية الخلايا والتحالب الخضرة ثم الحياة المعلومة واسمها الفانيروزوي وده أسموها بدأت من 542 مليون سنة حتى الآن وتمثل 13% من عمر الأرض وتقسمت 3 حقب قديمة متوسطة حديثة قديمة اسمها حجبة اللافقريات البحرية والبرمائيات ويتم تقسمها الـ 6 عصور ثم متوسطة حجبة الزواحف وتم تقسمها الـ 3 عصور ثم الحجبة الحديثة اسمها حجبة السديات وأسموها العثرين صغيرين ثالث ورابعين هناخد في دقايق مش هنكمل 5 دقايق بالزبط عشان أولادنا بس يستوعبوا الأمر إن إحنا بنعتمد في تطور الحياة على تطور الكائنات الحية وظهور الحفريات أنا لما ساحت السلم الجروجي ليه اش معنى هو اللي سبته قال عشان هنشوف مع بعض أول حجبة اسمها حجبة الحياة القديمة حجبة الحياة القديمة يا دكتور سميناها حجبة اللافقريات البحرية والبرمائيات وقلنا إنها تقسم لست عصور إحنا هنجمحهم في كلمة واحدة أدو أهل كلمة كأس كم حرف دول تلاتة كاف وألف والس أهم الكاف ده العصر الكامبري وده أقدم عصر في تاريخ الأرض في زور الحفريات طب ظهر فيه الكامبري ده قال ظهرت فيه ثلاثية الفصوص يعني إيه ثلاثية الفصوص يعني إما جيب خاتم فيه ثلاث فصوص كم جزء ثلاث الثلاث فصوص دول كانوا في حاجة اسمها مفصاليات الأرجل مفصاليات الأرجل دي جي اسمها مقسم لكم جزء يا دكتور ثلاث رأس وصدر وبطن يبقى هو عايز يقولي ده نوع من أنواع مفصاليات إيه الأرجل اللي يلافقريات البحرية ولكن سمها ثلاثية الفصوص تميز اسم ما يا دكتور يبقى ثلاثية الفصوص يبقى أول ما يقولي إيه عصري تميز بوجود حفريات لثلاثية الفصوص قوله الكامبري وده أقدم عصور حقب الحياة القديمة يبقى الكاث بيمثل مين كامبري اللي وراء ألف ده عصر اسمه أردو فيشي أردو فيشي حين كده ظهرت لا فقرات بحياة صح دكتور فتخيل دكتور بعد خمسين مليون سنة تتكاثر وتزيد ولا تقل تمام فأصبحت لا فقاريات بحرية أكثر انتشارا تشربت بشكل رهيب وبقى تظهر حاجة اسمها نباتات خضراء نباتات حديثة بقى نباتات جديدة زي التحالب الحمرة والبنية والتحالب الزرقاء جميل التحالب حمرة وبنية وخضراء أردو فيشي تلقى لا فقاريات بحرية أكثر انتشارا جميل جدا يبقى كاف كامبري والألف أردو فيش والسين سيلوري 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 يبقى أول حرف إيه سين فهي أولى الأسماك يبقى السين سيلوري أسماك يبقى السيلوري أولى الأسماك والأسماك دي عندها هيكل عظمي عشان كده أولى الفقاريات جميل أولى الأسماك أولى ليه فقاريات طب سؤال معايش صغير هو فيه لا فقريات بحرية ولا فيهش فيه فيه لا فقريات بحرية معقول أيوة فيه لا فقريات بحرية بس ظهرت حاجة اسمها نباتات وعائية ايه نباتات وعائية دي دي بيسموها في أول سنة وفي الأحياء وعائيات أي تحتوي على حزم وعائية في صور الأحياء زي مين الحزم وعائية زي الخشب واللحاء ودي بيقسموها لثلاث طواقف دوقتي في أول سنة وفي الأحياء طيفة اسمها السرخصيات وطيفة اسمها معرّات البزور وطيفة اسمها مغطّات البزور كده احنا هل نقول الكلمة اسمها كأس فيها كم حرف؟ تلات حروف الكاف كامبري كامبري ألف أرضو فيشي سينسيلوري ثم دكر دكر؟ آه حرف الدال ديفوني دال ديفوني تروا ديفوني؟ آه طب سؤال ألبن مشرح الديفوني في إيه؟ فيه لها فقرات بحرية؟ قال لي فيه لها فقرات بحرية طب فيه أسماك تلو فيه أسماك طبع انتشار الأسماك أولى الأسماك كان في السيلوري تمام فأصبحت أكثر انتشاراً فين؟ في الديفوني وظهرت معرّات البزور معرّات البزور وبداية الحشرات بداية الحشرات ده فين بقى؟ في الديفوني يبقى الديفوني انتشار الأسماك وفيه لها فقريات بحرية قال لي جميل بداية حشرات وا اولى معرات البزور طيب كر قال لي كر كربوني كر كربوني تقول له عصر كربوني ايوه هم سمي بالعصر الكربوني لوجود طبقات الفحم طبقات الفحم دي جات من تحلل النباتات في باطن الارض الاشجار الحرشوفية والنباتات معرات البزور تحللت في باطن فعملت طبقات من الفحم طبقات فجات من الفحم قال لي من اشجار حرشوفية ومعرات البزور او بقايا النباتات كربوني جميل قال له جميل وبداية البرمائيات برمائيات ايوه كأس بكر برم برم برمي برمي اخر عصر في الحجبة القديمة برمي تمام العالي الشاطر هقول له في لها فقريات بحرية يقول لي اه اه في برميات يقول لي ايوه طبعا طب في نباتات معرات بزور اكيد اه في اشجار حرشوفية مما لا شك فيه مظبوط فيه في اسماك في اسماك اذا انت طبق بص كل الكلانات اللي قلتها دي ظهرت موجودة في البرمي الا حاجة جديدة بتقول لي ايه الجديد؟ قال لي مش الحقبة المتوسطة كي اسمها حقبة الزواحف اه بتقول لي اه فيظهر في العصر مين؟ برمي اولى الزواحف البدائية يعني زواحف بدائية في التكوين بتمهد للحقبة الايه؟ المتوسطة الحقبة المتوسطة اسمها في الاصل حقبة الزواحف ودي بيقسموها لتلات عصور تمام فنهاية الحقبة القديمة تمهد للحقبة المتوسطة كذلك نهاية الحقبة المتوسطة هتمهد للحقبة الحديثة مما يؤكد تطور الحياة في السلم الجيولوجي يبقى كأس داكر بيرم الكاف كامبري الالف اردوفيشي السين سيلوري الدال ديفوني الكير كاربوني البر بيرمي فنقوله مع بعض كامبري اردوفيشي سيلوري ديفوني كاربوني بيرمي تمام كامبري اردوفيشي سيلوري ديفوني كاربوني بيرمي كأس داكر بيرمي اكتبها كده واكتبها بقى الكاف كامبري الالف اردوفيشي سين سيلوري دال ديفوني كير كاربوني بير بيرمي حفظ أسماء العصور وترتبها ويحفظ ظهور الكنات بتطورها لا فقريات بحرية سلسية الفصوص لا فقريات بحرية أكثر انتشارا أسماك عظمية أولى الفقريات وأولى معارات البزور أسماك أكثر انتشارا أكثر انتشارا دي بداية النباتات أسف أولى معارات البزور ثم هنا طبقات من الفحم وأشجار حرشوفية ثم أولى الزواحف البدائية آخر حاجة ومرة جاءنا أكملنا كده خلصته أبدأ أحل مع أولادنا بعض الأسئلة على الجزء الفات والنهاردة الحجبة المتوسطة تلات عصور تجمع في كلمة تر جو طبشيري التر ترياسي ترياسي ده أول عصر في الحجبة القديمة ما له بقى أولى الزواحف العملاقة برية ومائية وطائرة جميع أنواع الزواحف العملاقة ظهرت في العصر الترياسي جميل وظهرت معها أولى الثدييات البدائية تمهيد للحجبة الحديثة لحجبة الثدييات يعني سدييات بدائية سدييات بدائية يعني بداية تكوزة كسمناها في أول سنوي سدييات بدائية زي خلد الماء أو منقر البط سدييات طبيض ولكنها ترضع صغارها وظهرت معها الآمونيات جميل ويظهر سدييات صغيرة الحجم اسمها سدييات كيسية كحيوان الكنجارو وتظهر بداية الطيور ليه بداية الطيور؟ عشاننا في الحجبة الحديثة هيبقى عندنا طيور مشطورة طيور حديثة اللي موجودة حاليا حمامه ويمامه وعصفيره حديثة يبقى العصر الجراسي هو عصر الزواحف عصر سيارة الزواحف العملاقة وظهرت أولى الثدييات الصغيرة اسمها سدييات كيسية كالكنجارو وبداية الطيور آخر عصر اسمه طواشيري أو اسمه كيريتاسي طواشيري أو كيريتاسي هو نهاية الحجبة الإيه؟ متوسط انقراض الزواحف العملاقة وظهرت الثدييات الحقيقية المشيمية سديات حقية مشيمية تمهيدا للحجبة الحديثة اسمها حجبة الثديي فتصبح الثدييات الحقيقية المشيمية أكثر انتشارا وأكثر ثورا والطيور تصبح حديثة أكثر تطورا ويظهر بقى النباتات اللي هي مغطاة البزور لذات فلقة وذات فلقتين تظهر حيات الرعوية والإنسان ومجموعة أخرى من الكهات الحقيقية الموجودة حتى الآن يباحنا كده قلنا حقبتين مراجليني بالحقبة الأخيرة حقبة الحال قديمة في كلمة كأس داكار بيرم كامبري أردوفيشي سلوري ديفوني كاربوني بيرمي حقبة الحالة المتوسطة حقبة الزواحف تارجو تباشيري ترياسي جوراسي تباشيري أو كريتاسي جميل كده احنا انتهينا من فضل ربنا من الحلقة النهاردة إن شاء الله نكمل المحاضرة الجاية هنشوف بعض الأسئلة بدأي معدودة وإن شاء الله ربنا يوفاهم ويوفانا معهم شكرا دكتور كريت المخرج الجميل يجب لنا الصفحة رقم واحد من الأسئلة للمستر محمد مجهزة شوف كده السؤال الأول وبسرعة بقول الصورة التالية تمثل كتلة سخرية منكشفة على سطح الأرض يعني هي برا الأرض ولا جواها براها تتكون من رواسف فوتاتية نقلت وترصبت بواسط الرياح يبدي عوامل بياها خارجية ولا داخلية أكيد خارجية رياح يبقى تبقى تركيب جيولوجية أولية ولا ثانوية مدام عوامل خارجية تبقى تركيب جيولوجية أولية شوف السؤال الثاني بقوله تطبق المتقطع يظهر غالبا في الصخور احنا قلنا الرسوبية تطبق متقطع يعني تأثير العوامل بياها الخارجية مش الداخلية يبقى يظهر في الصخور الرسوبية جميع التركيب التالية أولية أولياً بفعل عوامل بيال خارجية ما عدا ما عدا يبقى حاجة جد بالقوة الداخلية علامات النيم تركيب أولية تضرق طبق تركيب أولية تطبق متقاطع تركيب أولية مظبوط تمام سمعك بتقول تشاققات سخرية ليه تسمى بالفواصل شوف الصفحة الثانية كده بيفكرنا بالطيات فبيقولي تحتوي الطيات التي تتكون من 8 طبقات يبقى أنا عندي 8 طبقات يبقى أكيد عندها 8 محاور وعندها مستوى محوري واحد وعندها جناحين يبقى إلي مش عندها محور واحد تحزف كلمة محور واحد طيات تتكون من 10 طبقات خلاص إحنا فهمنا 10 طبقات يبقى 10 محاور يبقى عندها مستوى محوري واحد و10 محاور وجناحين هو طالب إيه فالعلاقة العادية بين المستوى المحوري والمحور انا عندي كم مستوى محوري واحد والمحور عشرة يبقى كان نسبة واحد الى عشرة السؤال السادس طيب تتكون من عشر طبقات خلاص احنا في منها يبقى عندها عشر محاور مستوى محوري واحد وجناحين يبقى عادي الاجنة حسب تكام اتنين قوة ضغط التكتونية تسبب جميع ما يلي اكيد لو فاكر ان الفالك الدسر كان نعم الفالك المعكوز بفعل قوة ضغط والفالك المعكوز بفعل قوة ضغط والطاية المحدبة او المقاعرة بفعل قوة ضغط اما الفالك الساتر اللي هو البارز كان شكل من اشكال الفالك العادي وده كان بقوة الشد يبقى جابتنا هتكون الفالك ساتر الفالك الذي توجد به الطبقات القديمة قديمة محاطة بطبقات حديثة قديمة ومحاطة بحديثة يبقى اكيد الحديث ده فوق والقديم هو اللي تحت يبقى ده الفالك البارز او الفالك الساتر الفالك الذي تتحرك فيه الكتل المقصورة افقيا فقط افقيا خلاص من اسمه زات حركة افقية التشككات اللي تحدث في السخور بحيث تزيح في ازاحه قتل السخور المتجورة مدام في ازاحه تبقى فوالك ولا فواصل تبقى فوالك طبعا تماما شوف مع بعض اخر صفحة في الاسئلة جايب لي شكل جميل جدا في مجموعة من الطياط المحدبة والمكعرة ومجموعة من الفوالك العادية فبيسألني الفالك الفوالك الفه به فالك النحو ميه تلو عادية قال يبقى نوع القوى المؤسرة تلو قوى الشد اللي جابه ثالثة جدا اللي فاهم السؤال الى اتناشر بقول التركيب التي تعد مكامن احنا قلنا فيه اتنين مكامن قلنا الطياط سواء محدبة او مكعرة والفوالك سواء بقى فالك عادي فالك معكوس تعد مكامن لتجمع البترول يبقى اكيد طبعا هتبقى طياط ولا فوالك ولا فواصل يبقى الطياط والفوالك طبعا انا قدام هنا مفيش غير فالك اسمه فالك سواتر يبقى اختار السواتر نوع من انواع الفوالك اخر شكل قدامي بيناقش اختلاف المسافات بين الفواصل فجايب لي نوع واحد من السخور سمكها مختلف فيامين اكثر من تغيط اثر بالفواصل يطرى الف ولا به ولا جيم ولا دال اضعفهم هيكون به واقصرهم تأثرا بالقوى واقصرهم فاصلا كده يكون احنا انتهينا من محالف النهاردة شكرا للاستاذ احمد شكرا لفريل اعداد كاملا والاستاذ المخرج والعاملين في السوديو وتمنى من بردنا يكونوا استفادوا مننا بقدر يعني ما نتمنى نستفادوا بجميع الاسئلة وبجميع الافكار الدرس كان جميل وسلس وان شاء الله ان شاء الله نشوفهم في الحلقة اللي جاية في ان شاء الله نهاية الفصل الاول وبداية الفصل التاني شكرا لكم شكرا لكم انا مستر محمد ونشوف حضرك في الحلقة قادمة ان شاء الله شكرا لكم طلابنا العزيز شكرا